مرحبا بكم في مادرة التحليل المالي والمحاسب باستخدام الحاسوب في محاضرتنا اليوم راح نتطرق لموضوع جديد في النسب وهي النسب المديونية من خلال النسب عندي مجموعة هي عبارة عن نسبة الدين نسبة الاقتراض لحقوق الملكية نسبة الخصول متداولة لحقوق الملكية نسبة حقوق الملكية لوصول التابتة ونسبة تقضى تفوائض القلوب إذن نلاحظوا أن هناك خمس نسب رئيسية راح نتطرقلين في محاضرة اليوم لكن نحكي عن إيش المديونية أحيانا أن الشركات تقوم بالاستدانة من جهات معينة أو جهات إقراضية راح تقوم بتمويل مشاريحة أو تغطية التزامات عليها خلال فترة قصيرة أو فترات طويلة لغيات إيش التوسع طيب بالحالة أحيانا يدبسي عندي كشركة بدي أشوف النسب أحيانا نسبة الاقتراض لما تكون عندي كم متر اقتراض جدا كبيرة بيكون أحيانا مؤشر أنه عندي فشر في إدارة الشركة في بعض الأحيان وحكينا أنه في عندي أدوات بقدر أستخدمها متعلقة ليس من خلال إيش الاستدانة يعني بقدر أقوم بتمويل الشركات من خلال على سبيل المثال طرح أسهم للاكتتاب من خلال زيادة رأس المال أو من خلال طرح أسهم ممتازة إذا في عندي أساليب جدا مختلفة لكن للاحظوا أنه في عندي كل جانب منها إلى جانب إيجابيات إلى إيجابيات وإلى سلبيات طبعا سنتحدث اليوم عن نسبة المديونية بشكل أوضح بداية نحكي أنه إيش كمحل المالي بيهتم إيش بالديون خاصة متعلقة في الديون طويلة الأجل لأن هذا الدين يلزم المنشأ بالدفع الفوائد في تواريخ محددة بالإضافة إلى أصل الدين على المدى الطويل دائما البصر عندي أن الشركات بتقوم بالاقتراض أو بالاستدانة من الجهات البانحة على سبيل المثال لمدة خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات خلال فترات الطيش طويلة جدا لكن شو البصر عندي لما أقوم بالاستدانة من أحد الجهات نفس الوقت بأخذ قرد قيمة عسيب ميثان مليون دينار من أحد البنوك التجارية هم في لردن بالحالة أنا بعد عشر سنوات أو خمس سنوات راح أقوم بسداد قيمة القرد لكن في عندي نقطة معينة في عندي إشو يسمى بسموه خدمة الدين شهر خدمة الدين هي قيمة الفوائد المترتب علي على قيمة القرد بالحالة هاي هل عندي القدرة أن أقدر أواجه هاي الالتسامات راترتب علي وكمان نعرف أنه أحيانا بسيط عندي إذا ما واجهت إذا ما عندي القدرة أن أقوم بالعسيب المثال بدفع قيمة الأقصاد المترتب علي بالحالة هاي راح تتم عندي إيش تصفة الشركة لا سمح الله فعشان هيك أنا كعسيب المثال كالمحل المهلي بهتم في إيش في نسبة متعلقة بديون طويلة الأجل لأن هذا الدين يلزل منشأ بدفع الفوائد في تاريخ محددة بالإضافة إيش إلى أصل الدين على المدى الطويل ولأن التزامات المنشأة تجاه الدينين يجب الوفاء بها قبل توزيل أرباح على المساهمين فأن المساهمين يولون أهمية كبرى لقدرة المنشأة على الوفاء بديونها وبالحالة هاي في عندي إيش بشكل عام كل ما زاد استخدام المنشأة للديون بالمقارنة مع إجمال وأصولها كل ما زادت الرافعة المالية في المنشأة وهذا يعني تعظيم العائد والخطورة المتأتية من استخدام تمويل ذات تكلفة ثابتة طبعا نحن نحكي من خلال محضرتنا اليوم نحن نحكي عن بعض النسب لكن في بعض النسب لا يمكن تطبيقه على الشركات الصناعية ورح نضضحها بشكل أكبر طبعا في عندي إيش حجل مدونية وعنده القدرة على خدمة الدين هضل نعين من مقيس إيش الدين إذن حجمة المحجم المدونية رح تطرق لها وهي بتعلق بقياس قيمة الدين اللي بيظهر عندي في قائمة المركز المالي ورح يراحض أنه في نسبة بشكل كبير وهي نسبة الدين وفي عندي إيش المسمى الآخر حكينا إيش القدرة على خدمة الدين هي بمعنى قدرة المنشأة على الوفاء بدفع دفعات منتظمة خلال مدة القرن أو الدين نيجي نتعلق بأول نسبة وهي نسبة إيش الدين طبعا نسبة الدين كنسبة أنه هي حسابة كالتالي هي إجمال الخصوم إلى إجمال الأصول طبعا لما نقول إجمال الخصوم إلى إجمال الأصول شو بتقيس هاي النسبة؟ تقيس نسبة الدين ذلك الجزء من الأصول الذي تم تمويله من الدائنون وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت المبالغ المستحقة أو لا تستخدمها المنشأة من أموال الجمهور يعني جهة المقرضية لخلق الأربعة طبعا نقوم بإيش بإيش بإحتسابها لما نحكي نسبة الدين حكينا إيش عندي هي إجمالي الخصوم طبعا شو عندي خصوم؟ الخصوم تقسم إلى قسمين عندي خصوم متداولة وعندي خصوم طبيعة الأجل إذن بالحال إليت الاحتساب رح أقول يساوي لما نحكي عنه إيش خدمة الدين إذن نتعلق إيش بقائمة المركز المالي ونروع على قائمة المركز المالي ومنشوف يقول كالتالي شوفي عندي حسابات عندي الخصوم متداولة اللي كان قيمتها 165 ألف وشوفي عندي كمان عندي قروط طبيعة الأجل إذن مجموع الخصوم قديش رح يكون عندي 515 ألف نقدر نقول هي عبارة كمان 565 ألف زائت 350 ألف بعطيني قديش 515 ألف على إيش؟ على إجمال الوصول إجمال الوصول قديش كان عندي كان عندي مليون وميتين وخم وستين ألف إذن بالحال هاي إذا بقسم النتيجة بطل عندي قديش 41 أو 41 بالمية طيب طب 41 بالمية أوكي إحنا حكينا أنه دائما حتى أقدر أفهم أي نسبة موجودة عندي لازم أربطها وأقارنها إيش ياما بسنوات سابقة أو أقارنها إيش ما معيار الصناعة لا أفترض أنه معيار الصناعة عندي قديش كان 30 30 بالمية طيب بالحال هاي شو رح يصن عندي بالحال هاي بنحكي أنه إيش أن المنشأة قامت بتمويل منسبة 41 بالمية من أصولها من الدين أي أن كل دينار واحد مستغل في إجمال الأصول عليه دين كله ببقدار 41 قرش كيف يعني؟ لما قمنا تقسيم إيش إحنا قلنا إجمال الخصوم إلى إجمال إيش حقوق إيش إجمال الأصول بالحال هاي حكينا عن 41 بالمية أي بمعنى إذا منيجي على قائمة المركز المالي ومنقوم إذا منلاحظ إجمال الأصول قداش كان عندي مليون و 265 ألف منلاحظ أنه هذا التمويل إجمال الأصول تم تمويله بنسبة تقريبا 41 بالمية إيش عبارة عن خصوم متداولة إذا قارنناها معيار الصناعة كانت نسبة 30 بالمية إذا راح نلاحظ أنه هون في عندي مؤشر سيء إنه لازم يكون إيش نسبة تمويل للأصول من إجمال حقوق الدين أو بإجمال الخصوم لازم يكون 30 بالمية طب ليش إن هاي النسبة مثلا ما قارناها معيار الصناعة 30 بالمية جدا إيش كانت عندي أقل عندي النسبة كانت أعلى من معيار الصناعة على سبيل المثال لما كون أنا عندي استدانة بشكل كبير من جهات خارجية بالحالة أنا ما راح أواجه راح أواجه مشكلة إيش إنه إدارة الشركة أول نقطة إنه إدارة الشركة راح تكون إيش غير فعالة أو ما عندها الخوف أو عنده ما عندها القدرة إنها تدير أصول الشركة بشكل جيد لأن الشركة تلتج إيش إلى الاستدانة بدل ما تقوم بعملية توميل الأصول من خلال الحقوق الملكية لكن هاي النسبة لما نيجي نحكيها هي إيش في معيار الصناعة حكناها هون بتحلق بالشركات الصناعية لكن إذا رحنا على قطاع البلوك راح ألاحظ أن النسبة في نسبة الدين راح تلاقيها جدا كبيرة مقارنة مع الشركات الصناعية راح ألاحظ إنه إجمال حقوق الملكية جدا بسيط أحيانا لا يتعدل 10% لكن راح ألاحظ إنه التزامات الشركة التزامات البلوك للآخرين هي عبارة عن وداع البنك شو بقوم بعملية استقبال الوداء وبتقوم بعملية استخدام هاي الوداء في منحيش الاعتمال للأشخاص أو للشركات بالحال هاي راح تكون جدا النسبة نسبة الدين إلى إجمال الأصول راح تكون جدا كبيرة في قطاع البنوك لو قارناها معيار مع الشركات الصناعية وقارناها معيار الصناعة فعشان هيك بنا نوزن ما في نسبة معينة نقول نافع كل الشركات لكل قطاعات عشان هيك إحنا دائما نقارن شركة مع معيار الصناع للفص القطاع عشان نكون القابلية للمقارنة فعشان هيك لازم نهتم في هاي النقطة إذا تم توضيح النسبة الأولى وحكينا إنه نسبة الدين كانت عندي 41% أي بمعنى إنه تم تمويل إجمال الأصول أو تم تمويل أصول الشركة بنسبة 41% كدين من جهات خارجية والباقي راح يكون عبارة عن حقوق ملكية طيب إذن هاي فيما يتعلق ياش فيما يتعلق في نسبة الدين طيب النسبة الثانية نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية طبع هاي النسبة شو بتقيس تقيس هذه النسبة مدى مساهمة الدائنين في تمويل الأصول مقارنة مع حقوق الملكية وعادة ما يفضل الدائنون أن تكون هذه النسبة غير مرتبعة لأن انخفاضها يمثل وقاية يتمتع بها الدائنون في حالة التصفية والمعيار الصناعي لهذه النسبة وبكون من واحد إلى واحد أي بمعنى لا تزيد أموال الاقتراض عن مجموعة حقوق الملكية طيب لما نيجي نحكي أليت احتسابها كيف أليت احتسابها إحنا بنقول هي عبارة كالتالي الاقتراض أو مجموعة الالتزامات الغير على حقوق الملكية نيجي نقوم باحتسابها إذن رح نقول كالتالي يساوي إذن بالحالة هاي رح نقول هي عبارة ننقول نتحبوس ومنقوم كالتالي إذن عندي إيش مجموعة الاصول ناقص حقوق الملكية عشان أقدر أصل إيش لحجم الاقتراض أو مجموعة التزامات للغير نيجي على قائمة المركز المالي نيجي على مجموعة الوصول قد إيش كان مجموعة الوصول عندي مليون ومتين وخم وستين ألف ناقص ناقص حقوق الملكية عشان يصق عندي الناس اللي بدي إياها فيما يتعلق في جاند أصل لحساب يسمى حجم الاقتراض أو مجموعة التزامات للغير إذن بالحالة هاي رح أطرح منها مجموعة حقوق الملكية وبقسم على إيش حكينا بقسم على حقوق الملكية هذا معنى لما أشيل جانب حقوق الملكية من إجمال الأصول وبقسمها لحقوق الملكية رح تطر عندي النسبة كالتالي إذا رح أقسم ها على إيش على 750 ألف إذن بالحالة هاي رح تكون عندي النسبة تقريبا 69 أو 69 بالمية طيب نيجي نقارن على سبيل المثال معيار الصناعة لنسترض أنه معيار الصناعة عندي قديش كان عندي 50 بالمية بالحالة هاي شو بقدر أقول منقول أن أي كل دينار كل واحد دينار مستغل في حقوق الملكية عليه ديون بمقدار 69 أياش قرش وبمقارنة معيار الصناعي تعتبر هذه النسبة مرتفعة حيث أن ارتفاع نسبة الدين للحقوق الملكية يزيد المخاطرة في عدم قدرة المنشأ على خدمة دينها في نفس الوقت وبالتالي يزيد من مخاطر ايش أصحاب المنشأ لسبب احتمال تعرض المنشأ للفلاس نتيجة لذلك حكينا أنه كل دينار أنا بستغله في جانب حقوق الملكية كديش عليه دين عليه دين بنسبة 69 قرش يعني لا سمح الله تم تصفية الشركة أنا بالحالة هاي أنا كمساهم وقلت أنه كان عندي عسي المثال مساهم بالشركة كان رأس مال الشركة أو القيمة الاسمية للسهم أو معادل القيمة السوقية كان عسي المثال دينار القيمة الاسمية بالحالة هاي أنا كرأس مال في حال تم تصفية الشركة رح أخسر من قيمة سهمي ما قيمته 69 قرش والباقي رح يصفي لي إذن بالحال هاي دام الشركات بتحاول اتقلل نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية النسبة معيار الصناعة تأطيني 50% أي بمعنى لو كانت طبقت معيار الصناعة أنه أنا لو كان عندي سهم وعلى سبيل قيمة السهم دينار بالحالة هاي لو تم تصفية الشركة أنا رح أقوم بخسارة من نسبة 50% من رأس مالي أو من قيمة الاسمية للسهم وهي قيمة ديش كانت عندي 50 قرش إذن بالحال هاي رح تفع 50 قرش ورح يصفي نتيجة تصفية الشركة 50 قرش أو نصف دينار فهاي النسبة متعلقة بالنسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية النسبة اللي بعدها نسبة الخصوم إلى حقوق الملكية وميسميها Current Liability to Equity Ratio طبعا هاي النسبة شو بتقيس النسبة هاي تبين مقدار التمويل الذي تم عن طريق الخصوم المتداولة مقارنة مع حقوق الملكية هو منحك عنه ياشي منحك عن الوصول أو الخصوم المتداولة نيجي بقولك التالي نفترض أنه إذا كانت مساهمة أموال ملكية أو حقوق ملكية في التمويل أقل من ذلك بالتالي سيحجم أصحاب ديون طويلة الأجال عن المساهمة في تمويل هذه المنشأة بمعنى إقراضها وبالتالي فالنسبة الخصوم المتداولة ستكون مرتدفعة وهذه النسبة يمكن أن تكون مؤشرة على درجة الخطورة لدى المنشأة ويمكن احتساب هذه النسبة كما يريد هي عبارة كالتالي نسبة الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية هي عبارة عن الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية نقوم باحتسابها إذن بالحالة هذه حكينا خصوص متداولة 165 ألف تقسيم على الحقوق الملكية 75 ألف إذن بالحالة نجا عن نسبة سنجد نسبة 22 أو 22% نجا مقارن نفترض أن معيار الصناعة 36% طيب بالحالة ما نسبة تقيس؟ بمعنى أن كل دينار واحد مستغل في حقوق الملكية عليها ديون قصرة الأجل بقيمة 22 قرش طبعا مقارنة مع معيار الصناعة سنجد أن نسبة جدا ومتازة أي بمعنى كيف؟ في حال أن صار عندي مطالبات خلال سنة مالية نحكي عن سنة كونه نحكي عن خصوم الدولة أي من نحكي عن مطالبات ستطم خلال سنة مالية واحدة أو أقل إذن بالحالة هاي ما راح أواجه مشكلة في حال لو كان عندي أي تم تصفة الشركة لأنه أنا راح أقوم بدفع أو نسبة الديو المترتبة على حقوق الملكية تعادل 22 قرش كيف يعني؟ بمعنى أنه أنا لو بدي أقوم بدفع الدين من خلال رأس المال عندي من خلال تم تومير من حقوق الملكية إذن بالحالة هاي نفترض من القيم لـ 100 دينار إذن بالحالة هاي أنا راح أصفي أو راح أقوم بدفع الدين أو الخصوم المتداولة مترتبة علي وراح يصفي لي ما نسبته قيداش قيمة راح يصفي لي ما قيمته 78 قرش باقي متوقع من القيمة الاسمية للسهم بعد سدادة الخصوم المتداولة المعيار الصناعة قداش كان عندي 36 إذا من لاحظوا نسبة الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية كانت جدا ممتازة النسبة اللي بعدها فيما تعلق في نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة فبنجي كالتالي طبعا تقييس هذه النسبة مدى مساهمة أموال الملكية في تمويل الأصول الثابتة وبالتالي تساعد هذه النسبة الإدارة المالية في تحديد نوع التمويل المتطول فإذا كانت نسبة الملكية إلى أصول الثابتة منخفضة يجب على الإدارة المالية لجوء إلى أموال ملكية في أصول الثابتة جديدة أما إذا كانت النسبة مرتفعة فهذا يعني يعتبر مؤشرا على ارتفاع مساهمة أموال ملكية في تمويل أصول الثابتة لذلك يجب على الإدارة المالية التوجه للإقتراض لتمويل أصول الثابتة إضافية كيف نقوم باعتسابها؟ جدا بسيطة نسبة حقوق الملكية إلى أصول الثابتة هي عبارة عن حقوق الملكية إلى صافي الأصول الثابتة حقوق الملكي نجري على القائمة بمركز المالي حقوق الملكي كانت عندي 750 ألف لماذا؟ صافي الأصول الثابتة صافي الأصول الثابتة كانت عندي 890 ألف إذن بالحالة هاي نقسم بطلع عندي نسبة 84% حكينا عشان نقدر نقارنها نفترض أنه عندي معيار الصناعة نقول دي إيش عندي 57% إذن بالحالة هاي نقدر نقول كالتالي إذن نقارنها لمعنى أن كل دينار مستغل في الأصول الثابتة مول بنسبة 84% من حقوق الملكية وعند مقارنتها مع معيار الصناعة يلاحظ إيش أنه عندي مرتفعة لكن من بعض الدراسات نقدر نقول أنه نقدر كل ما ارتفعت كل ما ارتفعت نسبة حقوق الملكية للأصول الثابتة بيكون نسبة جدا أحيانا بيكون جدا جيدة ليش؟ لو كانت تنويل الأصول الثابتة من خلال من خلال نسبة على سين المثال نحكي عن الديون أي بمعنى الأصول المتداولة أو مطلوبات طوية الأجل بالحالة هاي أنا راح أواجه مشكلة من خلال سداد الدين و بالإضافة لخدمة الدين أنا بروح لما أقترض من أحد الشركات أو من البنوك أنا بأخذ قيمة القلب لكن بسطب علي فائدة فبالحالة هاي إذا كانت نسبة التمويل الأصول الثابتة من حقوق الملكية جدا منخفضة إذا بالحالة هاي بدل ما يروح العائد أو المنفع وتروح لحقوق الملكية راح تروح لمن؟ للبنوك فعشان هيك فيها اختلاف من بعض الدراسات لكن إحنا نحاول إيش نوازن بها قدر الإمكان فعشان هيك أنا بنوعي من لاحظ أن النسبة هاي جدا جيدة أنه تم تمويل أصول الثابتة من خلال حقوق الملكية بنسبة 84% النسبة الأخيرة وهي نسبة تقطية فوائد القرور طبعا تقيس هذه النسبة إلى أي مدى يمكن لأرباح المنشأ أن تتدنى ولا يزال باستطاعتها تقطية ودفع الفوائد على قروضها طبعا وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت قدرتها على الوفاء بدفع الفائد المتفق عليها طبعا إيضا احتسابها كالتالي هي عبارة عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب هي مسميها Earning Before Interest and Tax Divided as Interest Pay على الفوائد المدفوعة إذن عيضا احتسابها الأرباح قبل الفوائد والضرائب على الفوائد المدفوعة نيجي منقول كالتالي إذن يساوي كون نحكي هون أرباح قبل الفوائد الضرائب إذن نحكي في قائمة الدخل إذن قائمة الدخل إذن الدخل قبل الفوائد والضرائب كيف كان عندي؟ 299 ألف تقسيمي كديش؟ على الفائد المدفوعة مصرف مصاريف الفوائد كانت عندي كديش؟ 23 ألف إذن بالحالة أنا سنلاحظ عندي نسبة 13 مرة طيب شو يعني؟ طيب شو يعني؟ أنا نفترض أنه عندي معيار الصناعة سبعة عشان نقدر نقوم بتوضيحها أي بمعنى أن كل دينار فوائد يقابله 13 دينار إجمالي أرباح فوائد قبل الضرائب ويلاحظ الأضليل المنشأة عند المقارنة مع المعيار الصناعي طبعا كل ما جاتت النسبة كل ما كانت أفضل أي بمعنى أنه الفوائد أو الأرباح بتغطي نسبة الفائدة 13 مرة إذن بالحالة هاي أنا مرة حواجه مشكلة في تغطية الفوائد المترتب علي إذن بالحالة هاي معيار الصناعة قداش كان معطيني سبع مرات لكن عندي نسبة تغطية الفوائد القروض كانت عندي إيش؟ 13 مرة إذن بالحالة هاي منلاحظ أن النسبة كان جدا ممتازة إلى هون تنتمي محاضرتنا ولتطرقنا فيها نسبة المديونية في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح أتطرق للنسب الربحية شكرا لكم الحسن الاستماع